يبقى فعل عقيدة إن السعي هو اختيارك وأن النتيجة اختيار الله سعيك وتخبيطك على كل الأبواب اللي قدامك بحثا عن الرزق ده دورك أما اختيار ربنا في المنع والعطاء هو ده إيمانك بالرزاق سبحانه وتعالى وبأقدارك المكتوبة عند ربنا إن كل شيء خلقناه بقدر وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم التمن ده كده اسمه إيجادة السعي الإيجادة إن أنا أعمل دوري بس ما تدخلش في اختصاصات غيري فضيع وقتي وتعب قلبي دوري اختصاصي هو الطرق على كل الأبواب والتفكير والتخطيط والالتزام بالخطة اللي أنا حاطتها لنفسي ثم قلبي لا يتدخل في اختصاصات الإله في اختياره لكم الرزق اللي هي نتيجة سعي السلام عليكم ورحمة الله ازايكم يا رب تكونوا بخير النهاردة روتين قوي جدا جدا بس بقى روتين من الآخر يعني عايز أقولوك نشاطكو جدا جدا يعني قولوا كده بداية تنظيفات العيد عشان أنا كنت قبل ما سافر لميت معاكو كده السجاد وقلت هنخسر مع بعض المشيات فطبعا اتفاجئتي يعني كان جوزي في اليوم ده كلمني في التليفون وقالي ان هو يعني عايز نسافر كده يومين اسكندرينا غير جو فسافرت بصراحة ما عملتش اي حاجة خالص فقلت لما ارجع ان شاء الله نبتدي بقى مع بعض نشوف اللي ورانا اي فالنهاردة كده بعد الغداء قلت الاول اخرص من الغداء او يعني نتغدى عشان ما يبقاش في حاجة لخماني وكمان اعمل براحتي فهعمل النهاردة كده اكل سريع جدا هعمل بطاطس محمرة وهعمل سجوء اللي هو اللي عايزي خالص ده سجوء كده بلدي ده كان روتين يوم الجمعة انا ما عملتش اي حاجة انا جيت هنا شقة يوم الاربع بالليل نزلت بصراحة يوم الخميس جميع البنات جبت كده كم حاجة كنت عايز اجيبها عشان العيد بقى والكلام ده كله فمش بحب بنزل يعني قرب العيد قوي الجوي بيكون زحمة جدا جدا تحت فبنزل من دلوقتي بشتري الحاجة اللي انا مثلا هحتاجها في العيد او الحاجة اللي انا هفرشها في العيد ان شاء الله فبنزل من دلوقتي اجيب الحاجة دي وبعد كده تبقى عندي بقى اعملها براحتي لان كمان اسبوع تلاقوا الدنيا تحت زحمة موت يعني اللي عايز حاجة ينزل كامل دلوقتي لان بعد كده تلاقوا جوه زحمة قوي فدلوقتي كامل لقات معاكم الروتين من بعد الغده زي ما قلتلكم بس الأول يقول تصور معك الأكلة أكلها سريعة جدا جدا وتنفع في الضيط اللي أنا عاملها اللي هو الكيتو يعني فيه ناس كتير قوي عارفة أو فهم الكيتو ده إيه عبارة عن دهون صحية مع بروتين مع نسبة خضار بسيطة فالسجوء يعتبر طبعا دهون لأنه هو يعتبر كله دهون صحية مع طبعا بروتين والكلام ده مع لحمة مفرومة بقى والحاجات دي كلها المهم كده حمرت البطاطس طبعا ده أكيد جنبها وطعتك الأول بصلاية ومعلقة ثمنة بلدي صغيرة مش كتير لأنه هو كده كده بيكون في دهون كتير أنا في العادي أصلا مش بحط دهون خالص بس أنا عشان لازم أكل دهون برضو معاه فحطت مع لقية زبدة بلدي كده بسيطة مش كتير هو نزل الدهون بتاعته وحطت فلفل ألوان لا فلفل رومي عادي أقدر وطمط مايا وخلاص وكان طبعا فيه بصل وخلاص على كده حطت ملح هو كمان بيكون فيه بهارات خلي بالكو يعني لو هتشرين من عند الجزار ده من عند الجزار بلدي سجوء بلدي فبيكون فيه بهارات يعني بس مش كتير فأنت برضو ازبوط الدنيا أنا بس تقول اللي حطيته بصراحة شوية فلفل أسوي كيه صغيرين جدا وشوية كمون برضو عشان حطيتهم وملح بس كده لكن هو أصلا بيكون فيه بهارات كتير فما تقطريش أوي بهارات عشان يبقى طعم حلو وبعد كده حطيت بقى الأكل وده كان الغدى بتاعنا النهاردة فغلوس كده اتغدينا وغسلت المواعين كمان بس ما صورتش بصراحة معيكو عشان اللي جاي أتقل يعني أنا بقى مش لست هقفة أخس المواعين فقلت لا غسلت كله وبعد كده بقى شلت السجات المبخ وهاكم ازبوط الأرض كلها قبل ما أعمل أي حاجة عشان طبعا هاخسل بقى المشايات بتاعتي فما يكونش فيه بقى أي حاجة تقابني زمانتو كده شايفين هغرق بقى مية وهاكم سكويز قوي المم كده كناست وبعد كده خلت بقى على حاجات دي ما كنتش لست استخدمتها فقلت بقى خليها كده استخدمها معيكو وأنا بخسر السجاد حتى ينفعني جدا جدا بصراحة عجبتني قوي 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 مش قادر أقول لكم على جمالها يعني فعلا العرض كان جميل كان الارباع دول باربعين جنيه كانوا في كارفور فالواحدة كان بعشرة جنيه حلوة قوي فطبعا فيه كلوريكس اللي هو الأبيض واللي هو الأزرق دوة طبعا للألوان بس رغوته عالي قوي ورحته كمان جميلة واللموني ده طلع اللي هو الأغدر ده طلع للأرضيات بس والحمامات والكلام ده كله برحت السنوبر فهو برضو حلو قوي عجبني فكرته يعني كده كده أنا أصلا كنت جابها بصراحة المجموعة دي على أساس مثلا أمسح بها أخسر بسجاد الكلام ده كله أني أنا بستخدم الكوريكس الألوان أو مشان الواحد دي ناس كتير جدا بتستخدم الكوريكس الألوان اللي كانت عاملة 22 جنيه اللي هي الليتر وكانت ممكن تبقى أغلى للوقتي يعني فالمهم ده ما لقيته فقلت اللي هو عرضي حلو قوي واحنا كمان استخدمنا بقى كتير قوي في الكوريكس جبت برضو كيس أوكسي اللي هو المسحوق اللي هو العادي قلت بقى كده أحطه في الشوية في طبق وعلى مية وشوية الكوريكس اللي هو الألوان ده وبعد كده بقى هبدأ كده أفرش بقى استجاد في الأرض واخسل بقى واجب من الطبق اللي أنا ماليته دوة إيريال المسحوق بـ 25 جنيه اللي هو الأوكسي طبعا سعره مكتوب عليه وببدأ الأول كده أغرق بالمية هنا هنا عندي في المطبخ بحب قوي أخسل المشايب بتاعتي أولا بوفر شوية في المصاريف لإني استجاد سعره غيري قوي دلوقتي استجادة بتتغسل بـ 60 جنيه والمشايب برضو بتبقى غالي يعني من ضمن بقى الحاجة ممكن تحساب لك المشايب 20 أو حاجة فأنا بحب كده أخسلهم وكمان الجو حر فعايز أقول لكم اليوم ده كان فيها انتعاش مش قادر أقول لكم يعني ومنظر الرغوي قدامي فحاجة كده تفتح النفس بصراحة مع الريحة الحلوة أصلا أكسي ريحته جميلة جدا جدا فريحته مع كروليكس الألوان مدية بقى ريحة مجد فضيعة فرشكة شوية مية برضو واللي هو بالمسحيق بقى لأنا حطتها وبالمقاشة بقى الخشنة أنا طبعا كنت بخسل معاكم بالفرشة بس بصراحة أنا دي أريح بكتير بكتير وبتنظف جدا جدا زي الفرشة بالضبط أنا ما حبيتش الفرشة اللي هي التانية اللي هي بتاعت السجاد أصلا ما حبيتهاش أبدا تقيلة جدا في غسلها كده وكان بتمشي بالعافية وأنا باستخدمها ما حبيتهاش خالص فكنت بخسل بقى بالفرشة اللي هي الصغيرة على طول لو تفتكروا بخسرها على طول معاكم فكنت بوطي بقى وبصراحة بتوجع الدراعة جدا لكن دي بتحفى بجد بجد لو عندك لو مش عندك كمان نشتريها يعني هي أكيد مش غالية قوي بس هي مكنسة الأرض أو المكنسة اللي هي الخشنة مش النعمة دي الخشنة جميلة جدا هي بصراحة عندي من زمان قوي قوي كنت جايباها بخسل بها السيراميك بتاع الأرض فهي بتنظف قوي على فكرة خشنة وفي نفس الوقت جميلة جدا وعجبتني بقى أكتر في غسل السجاد فبصوا يعني لينة معايا بتروح بتيجي كده مش مثلا معك ثاني بقى ولا مدايقاني ولا الكلام ده لأ جميلة جدا في غسلها مسكت بقى ماشايا ماشايا زمانتو كده شايفين وببدأ بقى رش كده عليها مية الأول بغرقها مية مع المية اللي هي بالمسحوق من المسحوق اللي هو الكوروريكسو والإريل وبعملها بالمقاشة الخشنة زي المهم أنا مش عارف أقول لكم فورشة عشان هي مش فورشة يعني هي المقاشة اللي هي الخشنة اللي هي الخشنة بتاعت السجاد بتاعت زمان لو تفتكروها يعني كنا بنجيبها على طول زمان كنت بحبها جدا في الأول فلما بعد كيه بقى خلاص بقى اللي بقى في مكنسة والمكنسة بقت قرية حينا فبقيتش استخدمها خالص بصراحة لكن دلوقتي جي استخدمها بجد حلوة حلوة قوي قوي في غسيل السجاد أحلب كتير من اللي هي الكبيرة اللي هي برضو بأيد بس بتاعت السجاد أصلا دي أنا جابتها وعايز أقول لكم ركنها أصلا وتقيلة جدا 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 في غسيلها لكن دي بصتوا جمالها حلوة جدا وبترغي بقى وبتنظف الأهم اللي هي بتنظف جدا وانت بقى كده وقفة وبتغسلي على طول فبصراحة المرة دي ما تعبتش خالص خالص في غسيل السجاد حاست ان هو كده اتغسل معي بكل سهولة وفي نفس الوقت ما تعبتش فالحمد الله هو طبعا انا مش بغسل السجاد كتير يعني لاني كده كده أصلا هيبقى صعب جدا عندي غسيله ومع شطيفه والكلام ده كله لان ما فيش عندي مساحة وانا طبعا مش معقول هاخسل في الريسبشن برا فمش ممكن اعمل حركة زي كده بصراحة لاني هبهدل الدنيا العفشة أولا ما هيبهدل دي أول حاجة تاني حاجة المياه لعندي بتاع المياه مش حلو فممكن المياه تخش على قط الأطفال ممكن تخش في أي حتة فبقى مش عارفة جيب المياه منين ولا منين فلأ لكن المطبخ عندي محكوم فيه عتبة فيه بيبة أو بلاعة يعني فبخسل فيه المشاة بتاعتي وخلاص حتى أنا في الآخر دراسي كنتش هاخسل المشاة أو سجادت البلكونة فلقيتها صغيرة مش كبيرة قوي فقلت لأ اخسلها بالمرة بقى وافرشها على عيد كم ديفة ومنورة لأن أكيد مليانة تراب من الجو الجو كله تراب بطريقة فضيعة فأنا جيت طبعا زي ما قطر لكم يوم الخميس فيوم الخميس دا كل اللي عملته يوميها لأ جيته من أربع بالليل فيوم الخميس عملت إيه صحت من النوم كنت مقضيها بقى غسيل أنا بصراحة أناك لما رحنا قعدنا يومين فما رضيتش بقى أن أنا أشغل غسلة هناك فيه غسلة اللي هي أم روحين اللي هي توشيبة فهي يعني مجهود برضه وطعب وأنا كان يومين بس فقلت مش هخسل لأ هخسل لما روح فطبعا لما جيت بقى عدت غسلت كده يومين يوم الخميس دا غسلت كذا دور أصد وبعد كان نزلت على طول زي ما قلت لكم وجبت بقى إيه جبت قماش للسرير وجبت كم حاجة كده كنت محتاجها بقى في العيد إن شاء الله هتشوفها معايا يعني وهوريكو برضه في الآخر كده القماش اللي أنا جبته حلوة قوي قوي نزل أشكال جديد فبصراحة القماش العامرية على طول في إيه غرق كده يعني كل منزل بحس إن فيه أشكال أجدد من اللي قبلها فهو على طول فيه كده إغرقات بصراحة فهوريكو في الآخر يعني أنا جبت إيه وجبت برضه الصراحة حلوة قوي للمطبخ فبرضه هتعجبكو جدا إن شاء الله يعني هتعجبكو فالأول بس كان خلص السجاد ده مع بعض دخلت بقى كده على الحمام آآ قلت الأول كده يعني بالفرشة أو بالمقاشة اللي معايا دي آآ همسح بس كده البنيو عالسريع عشان بس لما حط فيه السجاد ما يكونش هو أصلا مش نزيف لإن بصراحة ما كنتش لسه غسلت أي حاجة في الحمام ولا أي حاجة آآ بس فهاشتف كده الحاجة بتاعتي زمانتو شفت بقى كده بالدوش وبرضه شطفتها الأول بالمية ونقعتها الأول في البنيو بس عملت معاكو الكلام ده كتير فاختصرت المرة دي على طول عملت كل السجاد بالشكل ده بعد ما شطفته كويس قوي بجيب بقى الدوش بتاعي وبابدأ كده إن أنا آآ أشطفه تاني يعني إن الرغوة كالكتير قوي قوي جبت بقى سجادت ببلكونة زي ما قلت لكم ما كنتش هخسلها لإني كنت حاسة نهاية كبيرة فقلت مش مشكلة ممكن أتنيها كده على مرتين وبرضه أشطفها في المبخ أنا مشكلتي بس في الشطيف لإني هي بتبقى تقيلة وفي نفس الوقت هشيلها إزاي بقى أدخل بقى لحمام والغسيل في الحمام كمان صعب لإن الحمام قد يقى من المبخ فبتبقى رخمة جدا للغسيل فيه لكن في المبخ أوسع شوية وباخد راحتي أكتر فجبتها وقلتها أشطفها في المبخ وهسبت الصفة خالص خالص عشان تخف كده علي وبعد كده هشيلها أنشورها معاكو فبنفس الطريقة برضه وبنفس الحاجة اللي أنا غسلت بيها قبل كده هاتني بس كده الجزء اللي أنا غسلته وبعد كده هفرت بقى الجزء التاني بس كده فده غسلت معايا على طول قتها مش كبيرة قوي يعني مزا ما أنا ما كنتش متخيلة كنت متخيلة نية كبيرة فما تلعيتش كبيرة قوي فده غسلت معايا كده على طول عايز أقول لكم إن أنا عشان ما تعبتش قوي كنت عايزة كده ألم أي مشاية في الشق كنت ماشى ملمي في المشاية بصراح لو عندي مكان والله كنت غسلت فعلا الطريقة دي حلوة ومش متعبة فأنا ما تعبتش يعني الطريقة دي عجبتني أكتر بس محبتش بقى غسيل للسجاب بالمقاشة اللي هي النعمة المقاشة النعمة اللي هي العادية محبتش الغسيل بها خالص أولا بترغي قوي على الفاضي وفي نفس الوقت ما بتمضفش السجاد لكن بصراحة المقاشة الخشنة نضفت جدا جدا زي الفرشة كده بالضبط خلاص كده يا فاضل بس آخر كده جزء في السجادة برضو هخسله على طول السجادة بصراحة بتاعت البلكونة كتن مليانة تراب فنزلت بقى مية كتير جدا كده مش نظيفة أكيد واخذين بالكو يعني فدي بقى كتفيا لنكلها تراب فالحمد لله أنا غسلتها برضو وفي نفس الوقت زي ما قلتلكم غسيل السجاد بقى غالي جدا برا طبعا كل واحد ديرزقه كل حاجة بس يعني احنا ممكن برضو نوفر كده يعني كفاير السجادة كبير يروحه ويتغسل وده ممكن احنا نغسله عادي على قدينا مش يحصل اي حاجة يعني ولا يتعبن بالعكس الجو حر هتحس كان انت مبسوطة جدا وانت بتغسلي وكمان هتحس يعني بفرحة العيد أنا بصراحة بحب العيد او بحس بفرحة العيد بغسيل السجاد وتطبيق الدواليب والكلام ده كله فده جزء كده كبير من تنظيفات العيد عندي بس كده هشتف بقى هشتفها كده برضو بالمية طبعا انا بقى عملت كده قبق كتير مية وهبدأ كده اضلق ولازم كنت اجيبي المساحة عشان اشد كل الرغوة دي فلما بتشدي الرغوة بالمساحة دي طبعا بتوفر عليك في الشطيف كتير ان انت يعني ما تبدريش تشتفي مية كتير فبتسحب الرغوة على طول فالمهم كده هبدأ كده اعملها كزا مرة لغاية لما حس ان هي خلاص ما بقاش فيها اي رغوة خالص خالص لان الرغوة لو فيها رغوة ونشرطيها على كده هتلاقيها بعد ما بتنشف بتقم جيارة كده ومش حلوة خالص وتبقى نشفة ومسكة في نفسها كده لان طبعا ما تشتفتش كويس ولا خدت حققها في شطيف فلازم تشتفي كويس جدا 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 بس فكده هفضل بقى كده اشتف كتير كتير جدا لغاية لما اشتفها عشان كذا ما بقولكم ما بحب شخصي السجدي خالص في الشقة لاني مش هعرف اشتفه دي اول حاجة وكمان المساحة عندي مش كبير بس فهفضل بقى كده اشتف كتير لغاية لما كل الميا دي او كل الرغوة دي تروح خالص المهم بقى كده عايزة كده اشكر كل الناس اللي راحت لعماد عماد ده اللي انا عملتلكو عنه فيديو او اللي انا بشتري منه كل ملاياتي فلما روحت له بصراحة فرحت اوي 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 بكلام اللي هو الهولي بجد هو طبعا قبلها كان ايلي كده كده ان في ناس كتير اوي جات له وعمل معامل واجب فلما روحت له بصراحة فرحني جدا بتاعهم بكلامه وقال لي جاي ناس كتير جدا جدا من عندك وكلهم عايزة اقول لك اما بيحبوك جدا يعني كلهم جايين يقولوا احنا طبع قناة هلا عبدو وبيشكروا فيك اوي بيحبوك جدا جدا بجد فقلت له جالك مين طيب قال لي لا هم ناس كتير انا مش فاكر الاسامي اكيد فطبعا بشكركم جدا على ثقاتكم فيا ففعلا عماد ثقة يعني انت اشتري منه القماش بتاعك وانت كان مغمضة زي ما قلتلكوا قبل كده القماش العمرية فيه مضروب فهو ملوش في الكلام ده اصلا فيه ناس بتشتغل في الاتنين وممكن تحط ده وسط ده لكن هو بصراحة عنده امانة في الحتة دي جدا جدا حتى لو جبته غلطة كده ولا كده بيقول لي مثلا وبيقول لي الناس ده ما بيعش منه حتى لو انت سألتيه لأ ده بلش عشان ده مثلا فيه كذا كذا فهو بصراحة عنده ضمير وفرحت جدا بقول لكم بالناس جدا جدا طبعا بقى انتوا عارفين جاتلو بقى رحتلو كده واحدة قالتلو دي بتاخد منك فلوس وبتاع فهو قال لها لا طبعا هلا يعني زي اختي امه مراه اصلا انا بتعامل معي بقى لي كده حوالي خمس سنين باخد من القماش بتاعي على طول كله بتاع الملايات فمش معقول لها ما اروح مثلا اصور عنده هقول له عايزة منك فلوس او الكلام ده فطبعا لا يمكن طبعا انا اصلا ما بشتغلش في الكلام ده اساسا ولا ليه في الحوارات دي انا ليه في التصوير في بيتي انا ما بصورش اصلا برا خالص الا اذا انتوا طلبتوا مني فانا لو صورت برا او صورت عنده ده بطلب منكو انتو لكن غير كده انا ما كدش هصور ولا اي حاجة بس انا حاست ان هو هيفتكو وان انتوا فعلا محتاجين انتوا يعرفوا مكان يكون كويس تشتري منه عن ثقة فعشان كده انا صورت معي لكن غير كده انا مش بصور برا خالص فاللي راحب بقى كلمة معايزة وقال الكلام تاني كمان فربنا يهديها بجد طبعا دي معروفة اكيد دي صاحب القناة مثلا فكده دي مش متابعة لا يمكن يعني لان المتابعين بصراحة كلهم راحوا الناس الجميلة قالوا له احنا بنحبها جدا وقاعدوا قلوه بصراحة كلام حلو قوي قوي عني فبشكركم جدا جدا بشكر كل واحدة وثقت فيها وراحت لعماية طبعا جابت منه وماشي بتاعها ان شاء الله هيبقى حلو جدا معاك وما تقلقش منه ابدا لا بيوبر ولا اي حاجة من الكلام ده خلص بس كده فدخلت الوقت كده بقى زمانتو شايفين بعد ما مسحت بقى المطبخ كويس جدا وغسلته بالفرشة الخشنة عشان الفرشة الخشنة انا بحبها جدا اولا مش بترغي اول زمانتو شايفين الرغوة بتاعتها بسيطة بس الميزة اللي فان هي بتنظف السيراميك يعني المقاشة النعمة بترغي جدا طبعا انتو بتشوفها على اليوتيوب بقى بيعدوا يرغوكي بالمقاشة النعمة عشان يعملوا رغوة بتاع فالكستة مش في الرغوة الكستة اهم عاجة في النظافة فالفرشة الخشنة او المقاشة اللي هي الخشنة دي بتنظف اكتر ممكن ما تعملش معي كراغوة زي ما قلتلك بس بتنظف اكتر بكتير بين بقى الفواصل بتاعت السيراميك والكلام ده كله فدخلت كده بعد ما خلصت بقى مسحت المطبخ والاستجاب بتاعي كله تصفى دخلت بقى كده نشرته زمانتو شايفين وخلاص طبعا هدومي كلها كانت مية يعني شبه ان انا كده اتغرقت كلي فدخلت بقى غيرت طبعا هدومي وبعد كده خرجت بقى معاكم دلوقتي هاوريكم انا جبت ايه يوم الخميس لما نزلت جبت بقى الحاجة بتاعتي من جميع البنات جبت القماش هاوريكم دلوقتي القماش العمرية عام الكام 43 زي ما قلتلكم الناس اللي بتقول ان هو غالي زي ما قلتلكم كتير قوي فيه ناس ببيع ارخص بكتير وجنب عماد فيه ناس ببيع بنفس السعر بتاع عماد وفي ناس ببيع اقل جنيه او اتنين جنيه بس انا بصراحة ماسكش غير فيه فعماد جنبهم والاسعار بتاعته معروفة فمش معقولة يعني هو الوحيد كده اللي مغلي الحاجة عن الناس كلها لأ اكيد لازم تعرفوا ان هو مثلا مؤحكته مميزة على فكرة هو معروف جدا هناك فبصتوا الشكل ده عجبني قوي قوي بسيط جدا وحستكده هادي ورقيه ده جبتوا بقى لقطة الاطفال لونه كمان مش عندي لقطة الاطفال اللون ده اللي هو اللون بستاش تقريبا قوي يعني اللون جنزري فاتح هو مش لبني هو لونه كده حلو قوي قوي دركته هادية جدا وبسيطة وفي نفس الوقت مبهجة فعجبني جدا جبت برضو وماش تاني بس ده مش ليا انا جاباه ده هدية لحد غالي عندي جدا جدا وبعزه قوي قوي فأنا قررت كان انا عمل لها برضو هدية بسيطة خالص يعني حاجة كده مش قيمتها والله يعني دي حاجة كده بسيطة قوي فجبت لها القماش ده على اساس نوعه يليق عندها او عسرير اللي هو بتاعها اه جبتوا كده يعني لونه يعني هو مش بيج واصفر بس فاتح جدا تحسو كده مميدي على لون بصوا هو نفس الشكل ده بس ده لون ودي لون لكن هو نفس الشكل حتى المخطط برضو اللي هو بتاعها او 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 بصوا ماتشينغ بطاعتها آآ برضو يعني بصوا زى انتوا شايفينه مش بعدها ن� receivingra عادي يعني ده مش عمرية عادي ده كتان الكتان ده بيبقى اغلى شوية من القماش العمرية هو برضو عمرية بس ده كتان بيبقى حاجة عالية شوية فدي الميلاية وده كده المخدات برضو ده الماتشنج بتاعها حلوة قوي عجبني هو بصراحة اقتراح على ان انا اخده سيدة كله بس انا لقى حبيت الكروهات جدا بحسته كمودرني شوية وفي نفس الوقت كمان هيكسر الورد بقى الكسير اللي بيكون في الميلاية فعجبني اكتر المهم وانا ماشي بقى كنت خلاص ماشية فلقيت بقى واحد كده بيبيع قماش طبعا هناك كله بيبيع قماش عمتا فده كان فحارة كده صغيرة وضيئة قوي فمش عارفة بصراحة اسمها ايه فالمهم يعني ده قلت جيبي القماشة دي جبت متر واحد متر ونص تقريبا جبتها لسترط المطبخ عجبني قوي شكلها وكمان لونها قبيض كده وفي نفس الوقت مش تقيلة بقى الجو حر فعجبتني جدا جدا اولا ده قماش اصلا ومش قماش ستاير ده قماش هدوم يعني ده بيفصلوا منه هدوم فانا عجبني اول متر منه باربعين جنيه كان بخمسة واربعين وانا اخدته باربعين عملت بقى نفس شطرة وعدت فاصل بقى فجبت منه متر ونص وده كده القماش اللي انا جبته من من قوتنا عمرية وده كان الفيديو بتاع النهاردة اقول لكم بقى مع السلام شوفكم ان شاء الله على خير